قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو إنه يتعين على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على محور فلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة لضمان نزع السلاح في المنطقة كما أكد نتنياهو أن إسرائيل ستواصل القتال في قطاع غزة لشهور عدة حتى تحقيق الانتصار على حد قوله الحرب ستستمر شهورا عديدة أخرى وسنواصل القتال حتى الانتصار ونحن في وحدة دفعنا ثمنا باهظ في الحرب والنصر يتطلب وقتا طويلا نواجه ضغوطا دولية لكننا ماضون في تحقيق أهدافنا بغزة لن نتراجع عن استعادة الأسرى والقضاء على حماس نتنياهو كشفاء أن حركة حماس قدمت طالبات خلال المفاوضات فيما إسرائيل تصر على نزع السلاح في غزة حماس قدمت طلبات خلال المفاوضات لكننا لم نقبلها ولن نتنازل مصرون على نزع السلاح في قطاع غزة وإقامة إدارة مدنية لا تدعم الإرهاب قالت هيئة البث الإسرائيلي إن مجلس الحرب الإسرائيلي منح رئيس الموساد ديفيد برينغ منحه ضوءا أخضر لإتمام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس بموجب المبادرة القطرية الأخيرة ووفق المخترح يتم الإفراج عن 40 إلى 50 أسيرا إسرائيليا مقابل وقف لإطلاق النار يمتد لشهر كامل علق القيادي في حماس عزة الرشق في حسابه على تيليجرام على نبأ منح مجلس الحرب الإسرائيلي الضوء الأخضر لإتمام صفقة مع الحركة وقال إنه لابد من وقف الحرب على قطاع غزة أولا وقبل كل شيء مؤكدا على أن الحركة تجاوزت مرحلة الهدن المؤقتة والمجتزأة اشتركوا في القناة